عايز في بداية الحلقة أتقدم بخالص العزاء في وفاة قامة قانونية كبيرة الدكتور أحمد فتح سرور رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق الذي وفاته المانية بالأمس يوم الجمعة يوم مبارك يوم ليلة الأدر كانت ليلة فردية ورحل عن دنيانا الدكتور أحمد فتح سرور كان سياسيا مخضرما ويعني كان ليه الحظ أن قبل 25 يناير أن يكون آخر حوار ليه كان معايا كان في التلفزيون المصري في برنامج مصر النهاردة وأنا فاكر كان لأول مرة حد يطلع بعد انتخابات أكتوبر اللي أثارت الأزمة وأثارت الغضب في الشارع المصري والدكتور أحمد فتح سرور يومها انتقد نتائج الانتخابات وما تم وقال أن ما حدث لم يكن مرضيا إطلاقا ولا أوافق عليه وقد يسبب أزمات كبيرة هذه شهادة حق لهذا الرجل الذي استند إلى هذا الحوار كثيرا ليؤكد أنه ما كانش موافق على ما حدث هذا الرجل أدار مجلس شعب بذكاء وقدرة وحنكة سياسية أيضا كأستاذ قانون كان من الأساتذة الكبار الذين كتبوا كان لهم كتابات مهمة ومؤثرة جدا في القانون المصري رحم الله الدكتور أحمد فتح سرور رحم الله الدكتور